مرحب بحضراتكو فقرة جديدة من فقرات هذا الصباح وبالطبع يعني رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد بالأمس كان حزن لنا جميعا في الحياة أثر في وجداننا وفي تاريخنا وفي تكوين شخصيتنا منذ الصغر في الحياة وحيد حامد يعني إن كان رحل بجسده لكن أعماله بقية في الحياة في الأذهان ودايما أعماله حضرة وبقوة في الحياة كان ليه دور كبير جدا في تشكيل الفكر فترة للفترات وما زاله مستمر ببصماته في التاريخ في الحياة في التاريخ الفني وفي تاريخ مصر تكون مستمرة معنا فترة طويلة جدا أنه في الحياة أثر فينا جميعا ورحيله جسديا فقط لكن أعماله ستظل بقية أبدا ما بقيت لأن الفنان دايما برحل بجسده فقط لكن أعماله بتظل بقية خلص العزاء لأسفاته الكريمة وخلص العزاء لمصر جميعا في وفاة الرحل الكبير الفنان وحيد حامد الكاتب والسيناريست وطبعا من أفضل مما كتب في مجموعة حاجات حتى وإن كان في بعض الأحيان نقدر بيكون لادة للحكومة في فترة من الفترات لكن في الحقيقة كان الكل بيتقابلها بصدر رحب لأنه كان زي ما بيقوله بيحط النقط على الحروف أو بيوجه الرأي في اتجاه معين فكان كله بياخد باله من الموضوع ده وبيحاول يحلوا فعلا يمكن المشاكل اللي بتحصل في المجتمع وده اللي شوفناه في أفلام وفي غيرها من الحاجات والمسلسلات على مدار تاريخه الطويل خلينا رحب بطلتنا الكريم يستوى جمال عبد الناصر النقد الفني باليوم السبع مشاركنا يستوى جمال سبع الفرعلي وليسا لو أنت طيب وحضرتك طيب اسمحنا بس نشوف تقرير ونتواصل بين الدافة الحوار نتابع وشانا كنا ماذا بتقرير أنا سعيد جدا بالحب اللي أنا شايفه وبالدعم اللي أنا شايفه وأعتقد أن أنا كنت شديد الإخلاص للكلمة اللي بكتبها قدم إلى القاهرة في ستينيات القرن الماضي من محافظة الشرقية لدراسة علم الاجتماع بكلية الأداب ولم يكن يعلم أنه على موعد لأن يكون واحدا من أشهر كتاب السيناريو في مصر والوطن العربي إنه الكاتب والروائي الكبير وحيد حامد الذي غيبه الموت عن دنيانا عن عمر الناهز سبعة وسبعين عاما ولد وحيد حامد بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1944 وعمل على تثقيف نفسه وظل مطلعا على الكتب الأدبية والفكرية والثقافية لسنوات أملا في أن يصبح كاتبا مميزا للقصة القصيرة والمصرح وفي بداية مشواره الأدبي كانت كتاباته في مجال القصة القصيرة والمصرحية ثم اتجه لكتابة الأعمال الدرامية والمسلسلات للإذاعة المصرية ومنها إلى التلفزيون والسينما وزخرت السينما المصرية بالعديد من روايات وحيد حامد وأفلامه التي أثرت العمل الفني في مصر ولعل أشارها طائر الليل الحزين والبريء والرقصة والسياسي والغول والهلفوت والإرهاب والكباب وغيرها من الأفلام التي كان لها بالغ الأسر في نفوس متابعية هذا إلى جانب العديد من المسلسلات التلفزيونية منها أحلام الفطى الطائر والجماعة وأوان الورد والبشير والعائلة كما كان للفقيد الراحل إسهامات في مجال الصحافة من خلال مقالته السياسية والاجتماعية في العديد من الصحف الأوسع انتشارا وخلال مسيرته الفنية حصل وحيد حامد على عشرات الجوائز منها جائزة النيل وجائزة الدولة التقديرية إلى جانب العديد من الجوائز التي حصل عليها من المهرجانات الفنية عن مجمل أعماله كان آخرها جائزة مهرجان القاهرة السينمائية عام 2020 رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته في الحالة نتكلم على وحيد حامد الحديثة يطول جداً الأفلام بتاعته اللي شكلت فعلاً وجدانا وتاريخنا فترة من الفترات وما زالت مستمرة يمكن بنتكلم عن أكتر من 40 فيلم 30 مسلسل إداعي وتلفزيوني بنتكلم عن تاريخ طويل جداً جداً من الفن ومن الاحترام ناله الفنان الراحل وحيد حامد ربنا أرحمه فعلاً ويحسن إليه فعلاً كان ليه بصمة برزة جداً في تاريخ السينما المصرية خلنا رحب بطفنا الكريم مرة أخرى رسولة جمال عبد الناصر النقد الفني باليوم السابق مشرفنا مجديد رسولة جمال في الحقيقة وحيد حامد ما كانش مجرد كاتب أو واحد ما يعرفوش أو مين اللي كاتب الفيلم ده وحيد حامد مجرد ما بتبع أحداث الفيلم تبع عارفه أن وحيد حامد هو صاحب الفيلم دع تقول ليه بصمة ليه بصمة مميزة فعلاً في تاريخ السينما المصرية بالضبط وهو كان من زي ما حضرتك كده أشارت كان ليه بصمة كان نجم في عالم الكتابة يعني أنت ممكن تدخل الفيلم كمشاهد أو كناقد أو أين كان لمجرد أن هذا الفيلم يكتبه وحيد حامد زي ما فيه مخرج نجم كان هناك كتاب نجوم كان يعني على رأسهم الكاتب الكبير وحيد حامد وأنا في الحياة بعتبره مش مجرد كاتب سيناريو فقط لكنه كان مفكر وكان قيمة وقامة كبيرة جداً وكان ليه موقف كتير جداً حتى بعيد عن الكتابة للسينما أو للدراما كان ليه مقالات لما تقرأ مقالاته تشعر أن أنت فعلاً أمام رجل مفكر كبير مهموم بقضايا وطنه يشارك في كل القضايا ويبضي برأيه فيها فإحنا فعلاً فقدنا قيمة وقامة كبيرة جداً لكن لو هنتكلم على عالم السينما عنده وحيد حامد هنجد أنه كان عالم سري جداً أنه كان متنوع كان بيكتب موضوعاته من هموم ومشاكل الناس كان منغمس في مشاكل الناس وكان بيختار الشخصيات بتاعته ببراعة شديدة جداً وكانت الشخصيات بتاعته أنت بتخرج من أي فيلم تشاهده وأنت تبقى حافظ اسم الشخصية حافظ جمل حوارية في هذا الفيلم سواء حتى كانت جمل كوميدية يعني مثلاً أتذكر في فيلم المنسي أن الجملة دي مازلت حتى الآن إحنا بنستخدمها لما نيجي نروح سينما لقولك تقولك الفيلم ده قصة ولا مناظر المشهد الشهير بتاع محمد هنيدي وأحمد آدم وعاد الإمام اللي بيصفوا فيه الفيلم بقول فيلم ده قصة ولا مناظر أصبحت الجملة دي جملة يعني مستخدمة بشكل كبير جداً حتى الآن هتجد أن هو عشان جاي من منطقة الأدب أنه كان بيكتب قصة قصيرة زي ما التقرير أشاره والمسرح فكانت الكتابة بتاعته مش مجرد سيناريو وحوار فقط لا كان عنده بعد أدبي كان عنده يعني طريقة في كتابة السيناريو ممكن كان لي الحظ أن أنا شفت بعض السيناريوهات اللي كتبها قبل ما تخرج إلى شاشات السينما كان مثلاً سيناريو عمارة يعقبيان أنا عندي وما زلت عندي جزء من هذا السيناريو أنت تجد أنه يعني حتى في كتابته في السيناريو هو بيصف كواصف أديب بيسرت كسارد أديب طبعاً العمل محاول عن رواية أدبية وهي عمارة يعقبيان لكن هتجد أيضاً أنه هو بيدي للمخرج رؤيته هو ككاتب في الصورة السينمائية بيدي له رؤيته تفاصيل شديدة جداً يعني أنا أعتقد أن كل المخرجين اللي يتعاملوا مع وحيد حامل ما كانوش بيتعبوا في أنه هو يرسم صورة للمشهد أو يعمل ديكوباج للمشهد بتاعه لأنكم بيسهل عليه كتير جداً ده أنا لمسته حينما قرأت أحد سيناريوهاته يعني عايزه أقولك أنه نرجع تاني لفكرة الجمل بتاعته هتلاقي أنه حتى عنوين أفلامه تجد أن فيها بعد أدب يعني مثلاً فيلمه الإنسان يعيش مرة واحدة الجملة نفسها أنت تحسن فيها بعد فلسفي وتناوله لفكرة أن الإنسان فعلاً بيعيش حياة واحدة فلازم يستمتع بحياته دي هو ده كان محور الفيلم فده كان من الأفلام المهمة برضو اللي كتبها وهتلاقي في جوة الفيلم ده برضو الجمل اللي بكلم حضرتك عليها هتلاقي مثلاً فيه جملة على لسان العلي الشريف لما بيقوله يا ابني الدنيا دي أبيض وسود لما يقبلك الأسود افتكر الأبيض ولما تبقى في الأبيض افتكر الأيام السودة فتلاقي عنده حكم وعنده جمل إحنا بنفضل حفظينها في أعماله علشان كده إحنا بنعتبرش أنه وحيد حامد كان مجرد كاتب سيناريو لا هو كان مفكر كبير وكان قيمة كبيرة إحنا فقدناها لكن زي ما حضرتك برضو أشارت في المقدمة إن أعماله ما زالت موجودة وأعماله متنوعة هتلاقي فيها الكوميدي الغريب برضو بصوص جمال أنت تبقى مثلا حافظ الفيلم وشفته عشرين مرة وسبحان الله تقول إيه أنا عادي تشوف الفيلم ده مثلا دلوقتي يعني زي مثلا فيلم طور الظلام حقيقي فيلم يعني أعتقد أنه هو لما تعمل هو سبق زمانه بكتير جدا يعني الحالة اللي إحنا شفناها لما تفعل لما تعمل الفيلم ده في التسعينات أعتقد 94 تقريبا أنت بتتكلم عن حالة إحنا شفناها في 2013 و2012 و2011 حالة المسج وحالة أن الكرة تبقى في النص ومين اللي هيبقى منتصر فترة وفترات الصراع الموجود الصراع الموجود ما بين الإخوان وما بين اللي إحنا موجودين فيه لأ يعني بيكلم عن سبق جدا للزمن يعني حقيقي هتلاقي ده في أفلام كتير اللي هو كان عنده استشراف اللي هيحصل في المستقبل وتلاقي إن الفيلم اللي هو بيكتبه لو إحنا دلوقت تفرجنا على الفيلم هتلاقي كتير قوي من الأفكار اللي موجودة فيه والمحاور اللي هو تناولها من خلال الفيلم هتلاقيها مازالت موجودة في الواقع اللي إحنا بنعيشه لأن هو زي ما قلت حضرتك إنه هو كان يعني بيكتب السنار هوب بتاعته بفكر أديب الحوار بتاعه كان حوار شيق جدا حوار زي ما قلت حضرتك تفضل يعني بمناسبة طيور الزلامي الحركة أشارت إليه هتجد برضو جوه الفيلم ده فيه جمل كتير جدا لما بتكلم لما بيعمل المواجهة ما بين المحامل الإخواني وما بين المحامل اللي هو عاد الإمام وإزاي كان فيه سراع ما بينهم وكل واحد رياض الخولي آه رياض الخولي وإزاي برضو إن عاد الإمام قال جملة في الفيلم ده الناس مازلت برضو لما قالوا إن البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت ده طبعاً هتلاقي الجملة نفسها جملة فيها نوع من أنواع يعني خليك خيالك أنت يروح مع الجملة إنك أنت فعلاً هتلاقي نفسك لما بتشوف مثلاً مواصر من فوق بأنوارها وبجمالها غير لما أنت تبقى منغمس في حياتها وبتقابلك مشاكل وصعوبات ده كلنا بنعيشه فعشان كده هو زي ما حضرتك أشارت أفلامه وكتاباته مازالت لحد هذه اللحظة هتجد إن كل الهموم بتاعتنا موجودة داخلها هو أنا شايف كمان إن كان محارب كبير لمواجهة الطائرات المتطرفة فأكتر من فيلم يعني مش في فيلم واحد وفي مسلسلات أيضاً بدءاً من مسلسل العائلة اللي تكلم فيه على فكرة إزاي إن الفقر والعوز ممكن يدفع شخص إنه هو يتجه للأفكار المتطرفة أو ينضم الجماعات هتلاقي ده موجود عنده برضو فيلم دم الغزال شخصية ريدا الطبال اللي هو عملها محمود عبد المغني إن إزاي كان طبال وكان يعني فنان فجأة توجهه بقى أمير جماعة وبقى بيقول إن ده حرام وده حلال وده بتاع فتحول هتلاقي إن ده موجود مثلاً عنده في فكرة إن مرضو ممكن إن شخص عادي المشاكل والضغوط اللي عليه الكبيرة تحولوا في نظر الآخرين إن هو إرهابي زي ما سألت في الإرهاب والكباب رغم إن كانوا تناولوا بشكل كوميدي لكن الموقف اللي حط فيه عادي الإمام خلاه إنه هو يعمل عمل يصور للآخرين إن هو إرهابي لكنه في نهاية هو مواطن عادي كان بيدفع أو عايز حق معين أو عايز يعني حاجات معينة بدور عليها إنه هو عايز يخلص الحاجات اللي هو عايز يخلصها في المصالح الحكومية فعمل موقف ومشهد كوميدي جمع فيه كل الناس الموجودين في مجمع التحرير في هذا الفيلم الشهير اللي برضو خرج للناس من الفيلم ده أنا فاكر لما اتفرجت عليه كانوا بيخرجوا وقولوا إيه الكباب إيه الكباب لن خلي عاشتكم بياد فأنت وحيد حمد بجد هو كان أديب السينما المصرية كان محارب بالكلمة وبالسينما لمواجهة الإرهاب والتطرف صحيح برضو صنع أعتقد سوز جمال صنع دهودته كبير جدا مع النجمة عاد الإمام يعني صنع فعلا أفلام ومسلسلات يعني أعتقدها تعيش يعني تعيش وتتفرج عليه كتير يعني حقيقي أعتقده وبدأت يعني السنائي ده بدأ من مسلسل أحلام الفتاة الطائر اللي قدمه الأستاذ عاد الإمام اللي هو كان عامل فيه شخصية إبراهيم الطاير ده كان بداية أعتقد يعني هو كان بداية التعاون واستمر بعد ذلك في السينما الأفلام عديدة جدا هي من أجمل أفلام النجمة عاد الإمام يعني أنت لو تأملت اللعبة مع الكبار المنسي طيور الظلام الإرهاب والكباب كل الأفلام اللي قدمها عاد الإمام في هذه الفترة كانت من أنجح الأفلام حتى لما كتب لموسلين آخرين هتجد أن أفضل الأفلام عند أي نجمة من نجوم السينما المصرية هتجد هي الأفلام التي كتبها ليه وحيد حامد وكلنا كنا يعني مديين قوي من انفصال هذا السنائي وهو كان في الحقيقة كمان سلاسي لأنه كان بشاركهم فيه المخرج الكبير أستاذ شريف عرفة لأنه هتجد أن الأفلام اللي أنا ذكرتها لك دي كلها كانت إخراج شريف عرفة وكتابة وحيد حامد وبطولة عاد الإمام فكانوا مشاكلين سلاسي كان بيقدموا قضايا مهمة جدا في قالب أحيانا كوميدي كانت بتنجح وبتحقق نجاح كبير جدا ويمكن يعني مهرجان القاهرة السينمائي اختار المخرج شريف عرفة بالتحديد في آخر تكريم ليه وآخر ظهور إعلامي ليه اللي حضرتك شفنا من شوية ده كان آخر ظهور إعلامي للكاتب وحيد حامد في تكريمه اختاروا المخرج شريف عرفة أنه هو اللي يقدم وحيد حامد في افتتاح المهرجان وهو اللي يتكلم عنه وهو اللي بقى بيكرمه ودي كانت طبعا لفتة مهمة لأنه هو كان أهم مخرج في السينما وحيد حامد كان هو شريف عرفة صحيح هو في الحقيقة أخلص يعني هو كان مخلص في كتاباته وكان بيكتب مش لمجرد الكتابة لا لمجرد يعني بيكتب للوطن يعني بحس وطني يعني هو يقل برضو أعتقد كان بإخلاص أنا كنت بكتب بإخلاص ده حقيقي يعني عايز أقولك أن أنا في درداشة مرة معي في أكتر من لقاء يعني اللقاءات صحفية كنا بنعملها هو كان بيقول أنه هو مش لما بيجي يكتب عن مضوعه وعن قضية ومش مجرد بيكتب سيناريو ولا حوار لا ده هو بيعمل بحس كامل قبل ما يشرع في كتابة السيناريو وده يمكن عمله في المسلسل الجماعة هو كان عنده كتيبة من الباحثين كانوا بيساعدوه في أنه هم يجبولوا معلومات ويجبولوا كتب ويجبولوا معلومات كبيرة جدا كتبها عنه وأعتقد أنه هو يعني يعني كشف لنا حاجات كتيرة جدا إحنا ما كناش نعرفها عن هذه الجماعة الإرهابية وبداية تكوينها والفكر اللي بدأ معاها وإزاي الفكر ده تطور ونجح نجح كبير في الجزء الأول من الجماعة وكان فيه جدل كبير حوالي الفيلم وأيضا في الجزء الثاني لما عمله وكان فيه جدل كبير حوالي المسلسل الأقصد وحتى الجزء الثالث اللي هو كتب أكتر من حوالي يعني سبعين في المية أو تمانين في المية من الجماعة الجزء الثالث لكن للأسف لم يمنه القدر لإكماله وأتمنى أنه هو يعني يستكمل بكاتب آخر أكيد الشباب اللي موجودين هدر الكامل غير أنه كمان كان عنده فيلم مع الأستاذ وحيد حامد كانت مع الأستاذ يحل فخراني سيناريو وحيد حامد وكان هيجمع فيه يحل فخراني ومحمد سعد وإخراج صندرا نشأت ده كان فيلمه الأخير اللي كان يعني هيخرج نوره أعتقد أن ده فيلم انتهى من كتابته يعني فنتمنى أن نحن نشوف آخر الأعمال اللي كتبها وحيد حامد لأن أكيد زي ما حتك قلت هو كان لي باصمة مميزة في السينما أو في الدراما أو حتى في المسرح طيب برضو كان ليه مساحة برضو أساس جمال مساحة للنقد الخاصة ممكن بالحكومة والسلطة شوية فترة وفترة كانش يمكن ده كان مبود غير مع وحيد حامد وكانت الناس بتتقبلها بصدر راحب من كلوقت ده أو يعني السلطة فترة ده كانت بتتقبل نقد وحيد حامد بصدر راحب جدا كان زي المتنفس عارف متنفس للناس كان يعني أشبه بالمتنفس كان وحيد حامد بيقوم بالدور ده أحيانا كانت بتتقبلها بصدر راحب وأحيانا كان بيواجه بسببها يعني مجلس الشعب مرس تدعاه أعتقد سنة 95 بسبب أحد الأفلام أعتقد كان تيور الظلام أيضا ترفع عليه قضايا كتير من بعض الشخصيات اللي كانت شايفة أنه كان بينهل من قصصها الحقيقية ويضعها في أعماله السينماعية أي حد يشوف نفسه جوه شخصيات من الشخصيات أنا مش مسؤول عنه بالظبط يعني ده أذكر في الرقصة والسياسي في الزيت كان كتب الجملة دي كتير حالك الفكر للشطة الافتتاحة على الانتخابات والأسماء المرشحين ورموز الحزب الوطن القديم أي حد شايف نفسه شخصيات من الشخصيات بالظبط كان بيكتب فعلا كتبها على أحد تترات الأفلام بتاعته أو أكثر من فيلم كان بيكتب المقولة دي إنه هو فعلا كان بينهل من الواقع بس بينهل من الواقع بشكل زكي جدا إنه هو بدون تجريح أو بدون تلميع بس بياخد قصص حقيقية من الواقع لأشخاص معينين وحتى أسماء الشخصيات عنده لو أنت تأملتها تلاقي إن كانت أسماء مميزة يعني أنت لما تخرج تفتكر رجدي مثلا اللي هو كان جميل راتب رجدي الخيام تفتكر فتح نوفل المحامي يعني كل حتى الأسماء الشخصيات اللي هو كتبها كانت بتبقى مميزة وبتخرج وهو فعلا زي ما حتى قلت هو واجه كتير من القضايا اللي رفع ضده بسبب أعماله وكمان عايز يعني أقول حضرتك على حاجة أنا شايف إنه هو كان بيتميز بيها الأستاذ وحيد حامد إنه هو كان دايما بيعنده الحس الكوميدي في كل أفلامه ده لمسناه حتى لما تناول القضية الشهيرة اللي كانت مع بداية التسانيات اللي هي قضية الخلعة لما عمل حتى محمي خلعة لهاني رمزي فتناول القضية بشكل كوميدي كان جميل جدا وكان الفيلم ده من الأفلام برضو المهمة اللي احنا نفتكرها لهاني رمزي هتجد إنه تعامل مع الجيل الجديد وطلع النجوم كتير زي محمد فراج هو اداله مشهد واحد في مسلسل الجماعة بعدها محمد فراج أصبح نجم من نجوم السينما وأسند ليه بعد كده بطولة أمام محمود حميدة في فيلم كان اسمه قط وفار أعتقد فكان هو دايما صانع للنجوم كل الفنانين لو انت حضرتك تأملت المشهد اللي احنا شفنا من شوية في النادوة بتاعته انت هتلاقي نجوم كبارة عمرهم وبيحضروا ندوات كانوا موجودين ليلة علوي ويسرى والهمشهين كل نجوم الصف الأول كانوا جالسين أمام محمود حميدة في آخر تكريم لي وآخر ندوة هو تحدث فيها من قلبه ويمكن أنا قرأت تصريح وأنا جايلك في الطريق كده الهمشهين كان بتقول إنه هو راح تسلمت عليه هي ويسرى فقال لهم خدوا بالكم من نفسكم وكأن هي قالت كأنه بيودعها الودع الأخير فبالفعل احنا فقدنا كاتب مهم من كتابنا ومفكر كبير ومثقف كبير لكن أعماله زي ما حضرتك قلت هي باقية وهتفضل موجودة على شاشات السينما والمسلسلات حتى اللي عملها زي ما حضرتك أشرنا المسلسل عائلة أو أحلام الفاتر الطائر أو أواني الورد كلها أعمال يعني مازلت بطوالة دونس كان لي حاجات إزعية كتير حتى الإزعية كان لي برضو كان لي حاجات إزعية برضو كان لي مسلسلات هو فيه كمان يعني مسلسلات كتابة للإزعية وحوالها بعد كده لأفلام زي الدنيا على جناح يا ماما هو كانت في الأول مسلسل إزعي ودين حولت لفيلم عمله النجم كبيروس محمود عبد العزيز وميرفا تأمين طيب عايزين نتكلم برضو كان فيه قضايا حتى حساسة في المجتمع كان بيتناولها بشكل ساخر وبشكل كومدي زي فيلم النوم في العصر لو حدثت تتذكر مع النجم عدل الإمام كان قضايا حتى المجتمعية اللي هي الناس بتستحي منها أو بتكسف أن تتكلم فيها كان هو بينقشها بشكل بسيط وبشكل ساخر ياخذك في حتة تانية خلص عشان وصل لك المعلومة برضو ده حقيقي والفيلم ده كان يعني من الأفلام اللي ناس كلها بتحبها حتى لما تتعرض هو كان عايز يقول إن الإنسان جوا حاجات كتيرة عايز يقولها بس ما يقدرش يقولها قدام الرأي العام أو بيخجل إن هو يقولها لأنه هو خدها في حتة يعني معينة أمور حساسة ليه علاقة بال يعني ليه علاقة بالجنس والحياة اللي بين الزجين لكن هو ما كانش ده اللي يقصده هو كان يقصد حاجات أكبر يقصد إن داخل كل مواطن أو داخل كل إنسان في قضايا هو نفسه يعبر عنها بس الأسف وش عواته وكذا حاجة أحيانا المجتمع بيحكموا على هذه الأراء حتى لو كانت الأراء صحيحة فهو تناولها بشكل كوميدي وخدنا في حتة كتيرة جدا يعني شفنا الزابط اللي متعاطف مع الشعب اللي هو عايز فعلا يخلي الناس تعبر على الجواه وتقولها وفي نفس الوقت شفنا أعضاء مجلس الشعب اللي برضو عندهم يعني أكلهم بيعانوا من نفس الظاهرة ومن نفس المشكلة لكن رغم ذلك على الرأي العام قدام أمام أمام الإعلام ما بيقدروش إن هم يقولوا اللي جواه فكانت قضية مهمة وقضية شائكة جدا هو تناولها وزي ما حتى قلت كان متناولها بشكل كوميدي بسيط وكان فيلم يعني من الأفلام برضو اللي إحنا ما ننساهاش لوحيد حامد مدهل برضو أستوز جمال يعني الكاتب وحيد حامد أثر كبير جدا في فكر الجماعة أو هز شوية في كيانهم يعني زي ما بيقولوا الجماعات الإرهابية في ناس حاجة اسمها لو حدثت تتذكر فترة التسعينات فأولى كان حاجة اسمها المرجعات الفكرية بالضبط يمكن كان وحيد حامد أحد الأقطاب في المرجعات الفكرية اللي تم الاعتماد عليها بشكل كبير جدا رغم أن هو يعني يكاد يكون بعيدا على المجال الديني لكن هو في الحقيقة كان فكر المرجعات كان هو أحد الأضلع الرئيسية فيه وده سبب في عدد كبير أن هي يعني زلزل كان الجماعة الإرهابية وناس كتير عادت من الفكر ده وقالك لا ده احنا ماشيين في طريق الضلال وانحنا ماشيين الفكرة غلط لا احنا لازم نعود من جديد نعيد فكرنا واسمهم العائدون ساعتها كرم زهدي وعدد من الأشخاص وحدك متذكرهم بالضبط حقيقي ده حقيقي هو كان في الفترة دي بالتحديد كان يعني عنده تركيز شوية في تناول قضايا الجماعات الإرهابية والمراجعات وأنا أتذكر برضو أن أحد محامين الجماعة الإسلامية في وقتها يعني بدون ذكر اسمه هو رفع قضية على الكاتب الكبير وحيد حامد وساعتها امتسل أمام القضاء في القضية في الآخر هو خسر هذه القضية وانتصر فيها وحيد حامد لأنه برضو كان شايف أن وحيد حامد يعني اخترق القضايا المسكوت عنها في فكر الجماعة الإرهابية وكان هو مهتم زي ما قلت لحضرتك جدا بالقضايا الإرهاب وقضايا التطرف وقضايا الأفكار الهدامة اللي كانت بتخرج في هذا الوقت وما تناولهاش فيلم واحد لا ده على مدار أكتر من عمل سواء كان عمل درامي تلفزيوني أو عمل سينمائي ويمكن كان زروة هذه الفكر ده هو حطه فيلم تيورو الظلام كان هو ده الفيلم اللي بقى يعني تناول مدار بشكل مباشر جدا ما بين شخصية المحامي الشهير الإخواني اللي هو ده نفسه اللي رفع عليه القضية في الواقع صحيح بنشكرك شكرا جزيلا شوز جمال شرفتنا وصعدها بلقائك النهاردة وربنا يرحم الكاتب الكبير وحيد حامد ويجعل طبعا يعني ما فعله مع وطنه يعني شفيع لي إن شاء الله أبشكرك شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شوز جمال عبد الناصر النقد الفني باليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا أخرج لفصل قصير مع أخبار الملأة وإعمال أخبار الاقتصاد ومنعود من جديد لفقرة جديدة من فقرة هذا الصباح بقوة معنا شكرا جزيلا لحضرتك